فترة الصمت الانتخابي هي المدة التي تضم يوم الانتخاب واليوم الذي يسبقه وتستمر إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع خلال هذه الفترة تحضر جميع أشكال الدعاية والبث ونشر نتائج صبر الأراء التي لها صلة بالانتخابات كما يمنع كافة المترشحين والأحزاب السياسية والقوائم المستقلة والاقتلافية من ممارسة أي نشاط في إطار حملتها الانتخابية التي تندرج ضمن الترويج وكسب الناخبين وقد يعتبر التلبس بأي من هذه الأنشطة جريمة انتخابية تترتب عليها عقوبات قد تصل إلى إسقاط القائمة أو المترشح المخالف عند الاقتضاء قبيل ساعات من دخول تونس في صمتها الانتخابي أعلن مساء الجمع المرشحان للانتخابات الرئاسية زعيم حزب مشروع تونس محسن مرزوق والمرشح الموجود بفرنسا هربا من ملاحقات قضائية سليم الرياحي انسحابهما من السباق الرئاسي لفائدة المرشح عبد الكريم الزبيدي واعتبر مرزوق أن هذه الخطوة تقدم المصلحة العامة على الخاصة وتهدف إلى عدم تشتيت الأصوات في ظل صعود قوى شعبوية تهدد مكاسب الدولة العصرية حسبه أما سليم الرياحي الهارب من العدالة بسبب قضايا فساد مالي فقرر الانسحاب ودعوة أنصاره للتصويت لصالح زبيدي الذي اعتبره نموذجا لنظافة اليد والوفاء لخط الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي انسحاب الرياحي ومرزوق ليلة الصمت الانتخابي يشعل التنافس أكثر بين المترشحين المتبقين في انتظار كلمة الحسم التي سيصدرها التونسيون يوم غد الأحد اشتركوا في القناة